الآن تغطية خاصة على موقع صد البلد أهلا بكم في تغطية جديدة على موقع صد البلد هنوضح فيها لحضراتكم معلومات عن الوحدات السكنية بدار مصر وسكن مصر وجنة مصر اللي طرحتها وزارة الإسكانة وشروط التقديم ومين اللي هيتحرم من التأديم فيها فتابعونا طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النهاردة 15 من فبراير كرسات شروط حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بدار مصر وسكن مصر وجنة مصر للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك ضمن مبادرات البنك المركز المصري المتنوع للتمويل العقاري اللي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعدة 3% متناقصة و8% متناقصة والحجز في هذه الوحدات سيبدأ من النهاردة 15 فبراير حتى 8 مارس 2022 أما عن كيفية شروط التقديم على هذه الوحدات فبالنسبة لوحدات السكنية اللي في سكن مصر هتكون في مدن اكتوبر الجديدة العبور الجديدة القاهرة الجديدة المينيا الجديدة بدر حضائق اكتوبر ضميات الجديدة وناصر غرب أسيوت والشروق بما سلحات تتروح ما بين 106 متر مربع و133 متر مربع فعلى المواطن أن يسدد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجزة أما بالنسبة لمشروع در مصر فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن السادات 15 مايو الشروق العاشر من رمضان بدر برج العرب الجديدة حضائق اكتوبر بما سلحات تتروح بين 100 متر مربع و150 متر مربع فعلى المواطن أن يسدد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجزة وبالنسبة لمشروع جنة اللي هتكون وحدات السكنية في مدن 6 اكتوبر المينيا الجديدة القاهرة الجديدة تتروح بين 100 متر مربع و151 متر مربع فعلى المواطن أن يقوم بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجزة وبالنسبة لخطوات التقديم للحصول على هذه الوحدات السكنية فهتكون كالآتي أولاً سداد جدية الحجز ثانياً التقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة ثالثاً انتظار رسالة نصية بكود تفعيل رابعاً الضغط على طلب تقديم وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام خامساً ارفق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلبة أما عن الأسباب اللي هتحرمك من الحصول على هذه الوحدات السكنية فهتكون كالآتي أن يكون سن المتقدم أقل من 21 عام في تاريخ بدء الحجز الحصول على قطعة أرض اسكان اجتماعي ثالثاً الحصول على شقة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين رابعاً سبق تخصيص قطعة أرض اسكان اجتماعي بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير خامساً المتقدم أو الأسرة الزوج الزوجة أو الأولاد القصر قد استفاد من مبادرات التنويل العقاري صادرة من البنك المركزي سازساً تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري لمبادرة 3% وهو 10 ألف للأعزب و14 ألف للأسرة سابعاً وأخيراً تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري لمبادرة 8% وهو 40 ألف للأعزب و50 ألف للأسرة وبكده بتكون انتهت تغطيتنا شكراً لحسن متابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة